إذا كنا بنتكلم في هذا الإطار، إطار المصار الإنساني والمؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي هو أعلن كمان ماكرون عن نيته أو استعداده لإرسال مساعدات وسفينة مستشفى لأهلينا في غزة صحيح، خلينا نقول وأكد على كلام خضرتك يا سيد يوسف إن المصار الإنساني من أجل هذا المصار مصر تسخر كل إمكانياتها وطاقتها وحريصة ومصرة على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والمساعدات الطبية ومصر خصصت مطار العريش بشكل أساسي لإستقبال مساعدات من كل دول العالم أيضا مصر كانت لها الأسبقية في مسألة الشحينات التي تم إعدادها من التحالف الوطني الأهلي المصري فيما يقدر بألف طن من المواد الإغاثية أيضا تحالف الوحيد تبرق بالدم اللي تم إطلاقها استجابة للسيد الرئيس وتوجهاته وكانت يعني استطبر أكبر حملة اللي تبرق بالدم في مراكز كثيرة جدا وبيتم التعاون فيها مع بنج الدم المصري الهنال الأحمر المصري الكوادر الطبية المصرية مصر لا تتأخر ولم تتخلى وحريصة على ضرورة وصول المساعدات وحفاظا على حياة الأرواح وحفاظا على المصابين والتعامل مع المصابين والمستشفات خاصة ناسلت المستشفات في القطاع الآن خرج عن الخدمة وأصبحت أجزة عن أن تقدم خدمتها للمصابين والجرحة يعني أعتقد أنه يعني إحنا بنتكلم على مسألة المصاري الإنساني تحديدا وبنأكد عليها لأن هي دي نقطة مهمة جدا يعني حتى في ظل المباحثات والمداولات والجوالات لا يمكن أن نغفل الدور الإنساني وأهمية وصول المساعدات إذا كان فيناك أصوات وأصوات يعني ضعيفة أو قليلة جدا بتقول أنه المساعدات هتدخل إزاي لأصلا منطقة منكوبة وهتعمل إيه مع الوضع الحالي لكن هو طبعا ما ينفعش أبدا أن نحن نتخلى عن ظلنا الإنساني ومصر هي الأولى في واجهة الاهتمام بهذا الأمر الأمر الإنساني ومساعدة أهلنا في غزة بكل الطرق كمال لكن خليني أتكلم عن محور تاني أكد عليه أو رسالة تانية أكد عليها سيد الرئيس في المؤتمر الصحفي وبيأكد عليها دايما في كل لقاءاته وكلماته وهي التحذير من توسيع دايرة أو اتساع دايرة الصراع في المنطقة وده طبعا ما مش هيحصل غير بدخول أطراف تانية لمسألة الصراع في رأيك يعني إزاي نتعامل مع مسألة المخاوف من اتساع يعني رقعة الصراع في المنطقة كلها مش في غزة بس الحقيقة هي الوصول إلى عملية تهدئة ووقت إطلاق ثوري للنار وفازن على أرواح الأبياء والضحايا والمدنيين أعتقد أنها مسألة ضرورية الآن أولا وده مصر تعمل في نطاقه وفي إطاره بقوة مع الشركاء الدوليين أعتقد أيضا أن الصراع يجب أن يتسع لأن المنطقة لا تتحمل كثير من الفوضى وبالفعل هي المنطقة تعاني وشعبها تعاني منذ 2011 حتى الآن وبالتالي ليس في مصطحة أحد أن تتسع دائرة الصراع أعتقد أن اتهداف الجنوب اللبناني واتهداف الضفة الغربية من سلطات الاحتلال والقصف واعتقال أكثر من 800 مواطن فلسطيني من الضفة وما يحدث من منوشات وما يحدث من قصف وما يحدث من اعتقالات أعتقد أنها لا تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد ومزيد من المواجهات وبالتالي لابد هنا من الاجتماع إلى صوت العقل وأعتقد أن مطرحه الرئيس هنا يأتي دور مصر فيه مسألة قيادة المصار الدبلوماسي لطرح مبادرات فيما يتعلق بالعودة إلى مصار التفاوض واتخاذ طريق نحو السلام باعتبره خيار استراتيجي مصري وأيضا عربي هنا نجد أن الرئيس ماكرون عقب لقاءه بالسيد الرئيس يعني كان له تغريدة مهمة جدا قال فيها أن احنا أولا بنشيد بالدور المصري وبالجهود التي تزيلها مصر من أجل السكان المواطنين في غزة والقدميين ثانيا قال أننا جميعا وهنا يتحدث عن المجتمع الدولي أن المجتمع الدولي كله يجب أن يفعل ما بوسعي ليتفادى التصعيد وإعداد مبادرة للسلام والأمن لأن ده هي جذور المشكلة وانطلاقا من كلام السيد الرئيس حول حل الدولتين باعتباره الوسيلة الوحيدة للتهدئة بين الجانبين وللتهدئة في المنطقة وحكم الدماء ويكون هناك نقطة نهاية لهذا الصراع الذي دام أقود طويل